بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه ريتشارد في عربيته وبيكون مشغل ازاعة رياضية وواضح عليه انه مهتم بالرياضة التنس وبعدها بنشوف ريتشارد هو بيحاول يقنع رجال اعمال ومدربين ان هم يدربوا بناته وانهم يتكفلوا برعاية بناته مقابل نسبة من ارباحهم في المستقبل وبيقول لواحد فيهم انه كتب خطة لبناته من 78 صفحة وان الخطة دي لكامل حياتهم من قبل حتى ما يتولده وبيدي له الكتاب اللي فيه الخطة فعلا بس ما بيكونش مهتم ولا حتى رجال الاعمال كلهم مهتمين لانهم مش وثقين فيه ولانها مخاطرة كبيرة جدا بفلوسهم بيرجع ريتشارد البيت وبيشوف بناته سيرينا وفينوس وبيلاقيهم وقفين مع واحدة من الجيران وبيطلب منهم ريتشارد انهم يرجعوا للبيت ويجهزوا هم واخوتهم للتدريب وبيقول لجارتو انها ما تتكلمش مع بناته مرة تانية وجارتو بتقوله ان هي هتبلغ عنه البوليس لانه بيعامل بناته بطريقة وحشية ولانه قاصم معهم جدا في التدريبات دي فبيقول لها ريتشارد انه بيعمل كده عشان يبعدهم عن الشوارع وانه بيربي اولاده عشان يكونوا ابطال المستقبل وبيرجع ريتشارد الاولاده اللي بيكونوا في العربية وجهزين للتدريب وبتسأله فينوس عن المكان اللي هيتدربه فيه النهاردة فبيقول لها ريتشارد انهم هيتدربه في النادي النهاردة بيوصلوا لمكان التدريب وبنشوف انه مش جاهز لاي حد يتدرب فيه اصلا ولكن العيلة كلها بتبدأ تنظفه وتجهزه عشان التدريب وبعدها بيبدأ ريتشارد بنفسه يدربهم وبيفضل يشجع فينوس وسيرينا طول التدريب بيلاحظ ريتشارد ان فيه افراد عصابة خطيرة جدا بتعاكس واحدة من بناته وهي بنته الكبيرة توندي فبيقول لها ريتشارد ان هي تروح للعربية وانهم هيرجعوا للبيت وبيروح ريتشارد المجموعة دي وبتكلم مع زعيمهم وبيقول له يسيب بنته في حالها وانهم هنا بس عشان التدريب فبيضربوا زعيم الاصابة دي قدام بناته وبيقوا على الارض بيقوم ريتشارد وبيرجع للعربية تاني فبتسأله توندي بنته اذا كان بخير فبيقول لها ريتشارد انه لما كان في عمرهم كان بيتخانق كل يوم وكان دايما في حد بيضربه فهو واخد على الضرب سواء من الشرطة او من العصابات ولكن هو ما كانش عنده ابي يدفع عنه وبيقول لهم ان العالم كله ما كانش بيحترمه بس هو بيدربهم وبيعمل ده كله عشان العالم كله يبقى مكبر يحترمهم بيرجعوا لبيت وبتقول البنات لامهم براندي ان ابوهم اتضرب وبتقول لهم براندي انهم يساعدوها في تجهيز العشاء وبتروح براندي ريتشارد عشان تطمن عليه فبيقول لها ان نفس الولد بتاع الاصابة بيداية توندي وانه كان لازم يتصرف كده لان دي بنته وبيقول لها ان هو اتأخر على الشغل فلازم يمشي دلوقت فبتقول له براندي انهم مش هينفعوا يكملوا في التدريبات كده وان الموضوع صعب على البنات وانهم محتاجين ملعب افضل يلعبوا عليها واكيد طبعا محتاجين مدرب محترف يدربهم فبيقول لها ريتشارد ان هو هيتصرف وان هي ما تقلقش وانه هو متأكد ان فينوس وسيرينا هيغيروا العالم قبل ما يروح ريتشارد للشغل بتاعه وبيعدي على البنات وبيقول لهم هنا انه لازم يكون عندهم خطة لكل يوم وإلا هيفشلوا وان في يوم الايام هيعرض عليهم شخص شيك بمليون دولار وانهم مش هيفضلوا في نفس المستوى ده على طول وبيأكد لهم ريتشارد ان هو واثق من كلامه ده بيروح ريتشارد للشغل وبنعرف انه شغال حارس امن في واحدة من المولات الكبيرة بيدخل مكتبه وبيبدأ يقرأ في مجلات التنس العالمية وبيلاقي في واحدة من المجلات مدرب مشهور اسمه فيك فبيسجل اسمه عشان يكلمه وفعلا بيروح له ريتشارد تاني يوم وبيعرض عليه فيديو وبيكون مصور فيه فينوس وسيرينا وبيكون فيك عجبه الفيديو جدا ومستوى لها بالبنات وبيقوله انه طالب رعاية كاملة للبنات لحد مستوى الاحتراف وده شيء صعب جدا وانه حتى مش بيحاول يخلي بنت واحدة بس تحترف لا ده انت بتحاول تخلي اللي اتنين يحترفوا مع بعض ريتشارد هنا بيحبط وبيسلم على فيك وبيمشي بيروح بعدها مع عائلته المطعم ولكن ريتشارد بيكون محبط من كلام فيك فبيقولهم انه عنده شغل وانه لازم يسيبهم ويمشي دلوقت وبيروح ريتشارد على النادي اللي بيتضربوا فيه وهناك بتشوفوا الاصابة وبينزل زعيم الاصابة بتاعهم وبيسألوا عن بنته فريتشارد بيديله ظهره وبيمشي ولكن لما بيسمعه وبيقوله انه ممكن يزور بنته في البيت ريتشارد هنا مش بيتملك اعصابه وبيكرر يضربه ولكن بتتلمى عليه بقية الاصابة بيوقعوا على الارض وبينزلوا في ضرب وبييجي الزعيم بتاعهم وبيحط المسدس على دماغه ولكنه بيتراجع وما بيقتلوش وبيقوله انه مفيش حد بيهتم بالاشخاص اللي زيه بيفوق ريتشارد وبيركب عربيته وبيبدأ يدور على الاصابة عشان ينتقم منهم ولما بيشوفهم في محل بيركن عربيته في شارع قريب وبيخرج من العربية وبيكون معه مسدسه الخاص بالشغل وبيكون ناوي يقتل زعيم الاصابة بس قبل ما يقتله بثواني بتيجي العربية تانية وبتضرب النار عليه وبيموت فبيتراجع ريتشارد وبيرجع على عربيته تاني يوم بيكون ريتشارد في العربية ومعه فينس وسيرينا وبيسألوه عن المكان اللي هيتضربه في النهاردة لانهم دايما بيغيروا المكان فبيقولهم ريتشارد ان المكان اللي هيتضربه في النهاردة مميز جدا وبتكون فينس وسيرينا عجبهم البيوت اللي في المكان ده فبيقولهم ريتشارد احلاموا بالبيوت اللي انتوا عايزينها وانهم في يوم الايام هيقدروا يشتروها لانهم عندهم خطة يمشوا عليها ولذا ما عندهم خطة اكيد هيحققوا اهدافهم بيوصلوا للنادي وبيقابلوا هناك مدرب اسمه بول وبيقولوا ريتشارد ان بناتوا الاثنين بيلعبوا تينس كويس جدا وانه حاليا بيدور على مدرب ليهم وانه محتاجوا بس يشوفهم وهم بيلعبوا بيرفض بول وبيقولوا انه مش بيدرب مبتدئين وانه حاليا في تدريب مع اثنين محترفين فبيترجاها ريتشارد بس يشوف لعبهم لمدة سيارة بول بيوافق بسبب إلحاح ريتشارد وبيطلب من سرينا وفينوس يعملوا شوية ارسالات قدامه علشان يشوف مستواهم ويقدر يقيمهم وشوية وبيقول لسرينا تخرج تستريح وانه حيكمل لعب شوية مع فينوس وبيدي الفينوس اختبار تاني اصعب بتنجح في الاختبار ده وبيعجب بول بمستواها جدا وبيسألهم ايه الهدف اللي انتوا عاوزين تحصلوله فبتقول له فينوس ان هي عايزة تكسب بطولة ويمبلدون وبطولة ويمبلدون دي اقدم واعظم بطولة للتنس في العالم وبتقول له ان هي متأكدة ان هي هتقدر تعمل كده فبيسأل سرينا هي عاوزة تلعب زي مين من المحترفين فبتقول له سرينا ان هي عاوزة المحترفين هم اللي يلعبوا زيها بيستعجب بول جدا من البنات دول وبيحس ان هم مختلفين بيرجع ريتشارد مع بناته البيت وبيقول لأمهم انهم بقى عندهم مدرب وبيفرحوا جدا انه بيكون براندي مش مصدقة لان المدرب ده مسؤول عن تدريب محترفين بس فبيقول لها ريتشارد ان بول قال له انه مش هيقدر يضرب لتنين مجانا وانه هيضرب فينوس بس وبيقول لها ان سرينا لسه متعرفش الخبر ده تاني يوم بتكون فينوس بتجهز للتدريب وسرينا بتكون قارفة ان هي مش هتتضرب معه وبتكون حزينة جدا فبيتقول لها فينوس ان والدهم هيسجل كل التدريب وممكن يشوفوه مع بعض لما يرجعوا وريتشارد بيقول لها قبل ما يمشي انه امها تدربها النهاردة وبيقول لفينوس ان هي تركب العربية عشان يروحوا للتمرين بيوصل ريتشارد وفينوس للنادي وبيبدأ بول فعلا يضربها وبيكون ريتشارد مسبت الكاميرا بتاعته وبسجل التمرين وبيكون في نفس الوقت سرينا بتتدرب مع امه ولكن في النادي القديم اللي كانوا دايما بيتدربوا فيه بيخلص بول تدريب فينوس وبيفرقهم على لعبة تانية اسمها كابرياتي وبيقول لهم ان هي كسبت بطولة المبتدئين لما كانت عندها 12 سنة وبيظهر واحد في الفيديو بيقول لهم ان دا مدربها ريك مايسي وبيقول لهم ان كابرياتي اصغر محترفة هتدخل قائمة افضل 10 لعبين وان بداية كل دا كانت بطولة المبتدئين وان البطولة دي تعتبر اول الطريق بالنسبة لهم ولو كسبوها ممكن يجي لهم عروض وشركات تعرض عليهم رعاية كاملة لان كابرياتي بعد البطولة دي وقعت عقد بقيمة 2 مليون دولار وبيسألهم بول اذا كانوا موافقين يدخلوا بطولة المبتدئين ريتشارد هنا بيقوله ان هو موافق وبيقول لفينوس ان هو هيضيف الخطوة دي للخطة بتاعتهم بتبدأ اول ماتشات البطولة وبيكون مع فينوس العيلة كلها عشان يشجعوها وبيقول لها ريتشارد قبل ما تدخل الماتش انها تكون واسقة في نفسها وتفتكر ان هي عاوزة تكسب بطولة ويمبلدون ولكن البداية من هنا من بطولة المبتدئين فينوس بتخش الماتش دا وبتكسبه وبتقدر تتغلب على كل واحدة بتقابلها وبتكون الماتشات بالنسبة لها السهلة جدا وبيقول لهم روحين في العربية بيحتفلوا بالكاس فبيلاحظ هنا ريتشارد انهم بيتكلموا بغرور وبيقاللوا من قيمة المنافسين اللي لعبوا ضد فينوس بيروحوا البيت وبيعمل لهم ريتشارد اجتماع عائلة وبيقول لهم ان هم هيتفرجوا على فيلم سندريلا وانهم يركزوا فيه ويتعلموا منه الفيلم بيخلصوا بيسألهم ريتشارد اتعلمتوا امن الفيلم البنات كله احدى بتقول حالا ولكن كلهم بيقولوا غلط فبيقول لهم ريتشارد ان سندريلا كانت متواضعة وان برغم كل الصعوبات اللي هي مرت بيها طلقت قلبها نقي وكانت دايما متواضعة وبيقول لهم ان لسه هيلعبوا بطولات اكتر وهيقابلوا منافسين في كل بطولة وعشان كده لازم يفضلوا متواضعين مهما حصل بليل الجو بيكون فيه مطرة كتير وريتشارد بيكون مع فينوس وسيرينا وبيضربهم في الجو ده وفي الظروف دي بيخرجوا من النادي بيكلمهم زي من العصابة الجديد وبيقول لهم ان هم بيحترم اللي بيعملوه ده وانهم من دلوقتي في حمايته وبعدها بيرجعوا للبيت ولكن بيتفاجر ريتشارد بالشرطة جوا بيته وبتقول له براندي مراته ان الشرطة جاء لهم اتصال ان فيه مشاكل في البيت وانهم بيعاملوا البنات باسلوب وحشي وقاسي بيتعصب ريتشارد وبيقول لهم ان هو بيربي بناته عشان يبقوا اقوية ويبقوا ابطال المستقبل وبيقول ان هو فعلا بيقصى على بناته ولكن لسبب معين وهو انهم يبعدوا عن الشوارع اللي هم عايشين فيها دي بتقتنع الشرطة بكلامه وبيسيبوا البيت ويمشوا وبراندي بتكون عارفة ان غارتها هي اللي اتصلت بالشرطة فبتروح لها البيت وبتقول لها ان هي بتربي خمس بنات وان هي تسيبهم في حالهم تاني يوم بتكون فيه بطولة جديدة بتلعبها فينوس وبتروح لعيلة كلها للملعب بس سرينة بتسيبهم وبتكون هي كمان اشتركت في بطولة تانية للمبتدئين ولكن من غير ما اتعرف اهلها اثناء ما فينوس بيكون بتلعب في الماتش بييجي مدرب لريتشارد وبيقوله ان بنته بتلعب كويس بيشكره ريتشارد وبيكون فاكره بيتكلم على فينوس بس المدرب بيقوله انا اصدي على التانية الصغيرة سيرينة بيتفاجئ ريتشارد وبيقرر يروحه وبراندي يتفرجوا على سيرينة بتشوفهم سيرينة فبتتوتر بس بتتفاجئ بابوها واماها وهم بيشجعوها وبيقولوا لها تكمل الماتش بتاحها وفعلا سيرينة بتكمل وبتكسب بيرجعوا لبيت وبيقروا الاخبار وبتكون فينوس بدأت تشهر وبتبقى موجودة في كل الاخبار عن الرياضة وان هي بنت بطلة قدرت تكسب 17 بطولة في اقل من سنة بيجي في الوقت ده تليفوله ريتشارد وبترد توندي وبتقول لابوها ان فيه وكيل اعمال طالب مقابلته بيروح ريتشارد للنادي عشان يقابله وهناك بول بيعرفه عليهم وبيقوله ده جورج وكيل الاعمال اللي كلمت وده ليرد صاحب النادي واللي عايز يبقى راعي البنتك بيقوله جورج ان بنته فينوس مميزة جدا وانه هو عايز نقلها من مرحلة المبتدئين لمرحلة المحترفين وبيقوله انه اللي هو عمله مع بنته ده عشان يوصلها للمستوى ده شيء مدهش بيتعصب ريتشارد وبيحس ان كلام جورج فيه عنصرية ليه والبنته وده بسبب لهم بشرتهم فبيقوله ليرد انهم كلموه بسبب كده وان بنته هتساعدهم ان هي توصل لمجتمع البشرة السوداء وان هي هتفتح لهم ابوب كتير جدا وبيعرض عليه ليرد انهم يوفروا الفينوس كل اللي هي محتاجة من مضارب ولبس وتعليم وانهم هتضربوها اكتر ويدخلوها بطولات اعلى بس ريتشارد مش بيعجبوا العرض بتاعهم وبيسيبهم ويروح ياخد بناتهم من النادي ويمشي بيرواحوا البيت وبيروح بقول يقابل ريتشارد وبيستغرب من اللي هو بيعمله وبيسألوا ليه رفض العرض فبيقوله ريتشارد انهم مش هيوقعوا اي عقود ولا يلعبوا اي بطولات للمبتدئين تاني لحد ما البنات توصل للسن المناسب يلعبوا مباريات احترافية وحاليا في الوقت ده هم يهتموا بدراستهم فقط ويعيشوا حياة طبيعية زي باية الاطفال بول هنا بيحذروا ان هو كده ممكن يكون بيقضي عليهم وانهم لو بطلوا نفسه ممكن يخسروا مستوهم اللي هم وصلوله ريتشارد هنا بيقوله ان هو مقدر كل اللي عملوا علشانهم بس من النهاردة هو مش مسؤول عن تدريب فينوس بيمشي بول وبتكون براندي مراته غضبانة لان ريتشارد ما قالهاش اصلا ان فيه عرض الفينوس وانه خد القرار ده من غير ما يقولهم بعدها بيروح لمدرب اسمه ريتشارد وبيندي المساعد بتاعه بيقوله ان فيه شخص اسمه ريتشارد اتصل بيه عشر مرات لحد دلوقت وانه بيقول ان عنده بنتين بيلعبوا تنس كويس جدا ولما بيكلموا ريتشارد بيتفق ان يكون عندهم تاني يوم عشان يشوف مستوى فينوس وسرينة بيوصل ريتشارد لبيتهم وبيعرفوا ريتشارد على عائلته وبيركبوا العربية عشان يروحوا للنادي بيوصلوا للنادي وبيبدأ ريتشارد يلعب معهم وبيكونوا عجب جدا بالمستوى اللي هم فيه وبيقولهم ان ابوهم دربهم كويس جدا بيرجعوا للبيت معانيك وبيديهم معاه وبيقولهم ان العقد ده بيشمل كل حاجة خاصة بالبنتين تدريباتهم وتعليمهم وحتى الرحلات الطرفهية ومقابل كل ده هياخد 15% بس من ارباحهم بيقولوا ريتشارد ان هو عامل اتفاقية خاصة بيهم وانه عشان ياخد البنتين دول لازم ياخد العيلة كلها ويوفر لهم بيت خاص بيهم ريج بيوفق على عقد بتاع ريتشارد وبينضي معاه وبيتجه ريتشارد وعيلته كلها لفلوريدا المكان الجديد اللي هيعيشوا فيه ولما بيوصلوا بيستقبلهم ريج وبيعرفهم على كل اللعيبة اللي هو مضي معاهم عقود وبيوصلهم للمكان الخاص بالتدريب بتاعهم وبيقولهم ان الملعبين دول مخصصين لهم في اي وقت وبيقولهم ان كابرياتي موجودة حاليا في الملعب بتاعها بتتدرب وممكن ان هم ينزلوا وتعرفوا عليها ويلعبوا معها كمان وبيتكلم ريج مع ريتشارد وبيقوله انهم هيبدأوا بنفس البطولات اللي بدأت بها كابرياتي وانها بطولات كويسة وهتحسن من مستوى البنات ولكن ريتشارد بيقوله انهم مش هيلعبوا اي بطولات للمبتدئين وان البنات هيفضلوا يتدربوا لحد ما يبقوا جاهزين لمباريات الاحتراف ريج بينصدم من اللي بيسمعه وبيقوله ان ده مستحيل وبيقوله ان ما فيش اي حد وصل للاحتراف من غير بطولات مبتدئين فبيقوله ريتشارد ان ما فيش اي حاجة مستحيلة مع ريج وان عشان كده هو اختاره وبيقوله كمان ما تقلقش كل حاجة مكتوبة في الخطة وبيسيبه ويمشي وفعلا بتعدي 3 سنين وبنشوف فينوس بتتدرب مع ريج وبيقولها ان مستوها تحسن جدا وبيكون ريتشارد بيعمل مقابلة مع موزيع من قناه وبيسأله الموزيع عن السبب اللي خلاها يرفض ان بناتو يلعبوا مباراة رسمية لمدة 3 سنين فبيقوله ريتشارد انه مهتم بتعليمهم وان فينوس بتتكلم اربع لغات وانه مش هيسمح لأي حد انه يستغل لبناتو عشان الفلوس وانهم هيبدأوا يلعبوا مباريات لما يشوف انهم مستعدين وبتكون فينوس بتتكلم مع ريج وبيقولها ان في بطولة صغيرة للمحترفين وانها هتبدأ كمان شاه فبتقوله فينوس ان هي عاوزة تشترك فيها وبتسأله اذا كانت جاهزة للعب فبيقولها ريج ان هي جاهزة للعب بس ابوها مش موافق ان هي تلعب بطولات دلوقت فبتترجاها فينوس ان هو يتكلم مع ابوها ويحاول يقنعه ان هي تلعب فبيقولها ريج ان هو موافق وان هو هيتكلم معاه وبيروح فعلا يتكلم معاه وبيقوله على البطولة الجديدة وبيقوله ان هي فرصة كويسة الفينوس وان ممكن شركات كتير تكلمهم بعد البطولة دي علشان يبقوا الراع الرسم الفينوس فبيقوله ريتشارد ان هي لسه صغيرة وان هو خايف عليها تلعب مباريات وتحترف في السن ده لانه شايف ان كابريات اللي احترفت في سن صغير حياتها بدأت طبوز بسبب الفلوس فبيقوله ريك ان كابرياتي كويسة وانها بس بتستريح الفترة دي مش اكتر فبيقوله ريتشارد ان هو مش رافض الفكرة بس هو برضو محتاج فترة يفكر وهيرد عليه بعدها بيروح ريتشارد للمطعم وبيشوف خبر الابضع لكابرياتي في التلفزيون لان كان معاها مخدرات في غرفة الفندو بتاعها والتاني يوم بيروح ريك للملعب عشان يبدأ تدريب فينوس بس مش بيلاقيه هناك والمساعد بتاعه بيقوله ان ريتشارد لغى التدريب النهاردة واخد العيلة كلها وراحوا ديزني لان وبيستناهم ريك عند البيت وهم راجعين وبيتكلم مع ريتشارد وبيقوله انه ماينفعش يلغي التدريب فبيقوله ريتشارد انه قرر انه مش هيلعبه البطولة دي فينوس في الوقت ده بتنصدم لما بتسمع ابوها بيقول كده فبيكمل ريتشارد وبيقوله انه مش هيدمر مستقبل بنته زي كابرياتي فبيتعصب ريك وبيقوله انه هو مش بيهتم بحد غير نفسه وانه كل يوم على قناة تلفزيون شكل وانه مش مهتم بتدريب البنات ولا مستقبلهم اصلا وبيسيبوا ريك ويمشي بيدخل ريتشارد البيت وبتتكلم معها براندي مراته وبتقوله انه هم عملوا اللي عليهم خلاص ودربوا فينوس ووصلها المستوى عالي بس دي حياتها ولازم هي تاخد قراراتها بنفسها بيروح ريتشارد للملعب اللي بتتدرب فيه فينوس وبيبدأ يحدف لها شوية كور لكنها بتكون غضبانة وبتحاول تضربه بالكور فبيفهم ريتشارد ان هي فعلا محتاجة تلعب البطولة دي فبيتكلم معها وبيقولها انه هو بيعمل كل ده عشان يحميها وان الخطوة الجاية اللي هي هتاخدها هتكون صعبة جدا لانها مش هتمثل نفسها بس هي هتمثل كل بنات اصحاب البشرة السودة فبتقوله فينوس بس انت بتسق فيها وانت دايما بتقولي انها هبقى رقم واحد على العالم وجي الوقت اللي انا اثبتلك فيه كده بيضطر ريتشارد ان هو يوافق وبتعلن القنوات الرياضية انضمام فينوس للبطولة وانها هتلعب اول مباراة ترفية في حياتها بيكونوا شكين في مستوها في الاول لان هي ملعبتش متشاط رسمية ولا بطولات بقالها اكتر من ثلاث سنين وبيكون رقم مع ريتشارد في الفندو وبيقول ان البطولة دي السنين اللي فاتت كان بيبقى فيه ليها 24 شركة بترعاه بس السنة دي في اكتر من 200 شركة بيجي لهم وكيل اعمال الشركة الشهيرة نايكي واللي بيقعد معهم وبيقولهم ان الشركة معجبة ببنته جدا وانهم عاوزين يمضوا معها عقد ب3 مليون دولار وبيسأل ريتشارد اذا كان موافق ولا لا ريتشارد هنا بيقوله انا هسأل فينوس فبيقول لها الوكيل ان العقد ده اعلى بمليون دولار من العقد اللي واقعوا مع كابرياتي بيطلب منه ريك انه يسيبهم دقيقة يفكروا في العرض بتاعه بيوافق الوكيل ولكن الوكيل بيقولهم ان العرض ده لمدة يوم واحد بيعودوا ويفكروا بعدين ما بتوفيش فينوس وريتشارد كمان ما بيبقاش موافق لان ده اول عرض يجي لهم وبيبقوا عايزين يستنوا لما تلعب المباراة وبعدين يشوفوا الهروض بتبدأ اول مباراة فينوس وبتكون متضطرة وبتخسر اول جولة من الماتش بس مع تشجيع ابوها بتقدر فينوس ان هي تركز اكتر وترجع تسيطر على الماتش تاني وبتقدر فينوس تفوز باول ماتش احترافي لها بيتكلم ريك مع ريتشارد بعد الماتش وبيقوله ان شركة نايكي كلمتهم تاني وانهم رفعوا العرض بتاعت 3 مليون دولار ل4 مليون ولكن ريتشارد برضو بيقوله انهم مش هيبالوا العرض ويستنوا لبعد الماتش الجاي فريق بيقوله ان الماتش الجاي مع فيكاريو وانها احسن لعبها في العالم وان مستحيل فينوس تقدر تكسبها من اول مرة تلعبها فيها فبيقوله ريتشارد هنا تخيل بقى العروض اللي هتيجي بعد ما تكسبها بيشوف ريتشارد بنته التانية سيرينا واللي بتكون واقفة لوحدها حزينة لانها ما وصلتش للاحتراف زي فينوس فبيقولها ريتشارد ان فينوس هتكون رقم واحد في العالم بس هي هتكون اعظم لعاب التنس في التاريخ وهو متأكد من كده لانه كاتب كل ده في الخطة بتاعته وبيقولها هتجاهز نفسها عشان الدور الجاي عليها في الاحتراف وبيجي وقت الماتش الاخير في البطولة واللي بيكون ما بين فينوس واحسن لعاب التنس في العالم فيكاريو بيبدأ الماتش وبتكون فينوس مسيطرة سيطرة تامة على اول جولة وبيكون ريتشارد بيتابع الماتش من شاشة برا الملعب وبيكون فخور جدا ببنته وبيتكلم مع الواقفين وبتفرجوا معاه وبيقولهم ان هو وامها هم اللي معلمنهم اللعب والحركات دي كلها وبتكون فينوس مسيطرة على الماتش جدا لدرجة ان فيكاريو بتكون مش مصدقة اللي بيحصل وبتفقد عصبها ولما بتحس فيكاريو ان هي هتخسر فبتقول الحكم ان هي هتروح الحمام وبتكون فينوس مستغربة من اللي بيحصل فبيقولها ريك ما تشغلش نفسها وتفضل بنفس تركزها بعد شوية بيبدأ شوية من الجمهور يسيبوا المدرجات بسبب الملل لانها طولت قوي في الحمام بتسأل براند ريك عن اللي بيحصل فبيقولها ريك ان هي بتحاول توتر فينوس وان ما فيش قنون في اللعبة بيمنع دخول الحمام وان دي خدع قذرة بيستخدموه عشان المنافس يميل ولما يرجع يلعب ما يبقاش في نفس اداؤه بعد ربع ساعة بترجع فيكاريو وبتكون فينوس فعلا متوترة ومش بتلعب بنفس المستوى وبتبدأ فيكاريو وتكسب فعلا جولات وربعة وبينتهي الماتش بفوز فيكاريو فعلا وبعد الماتش بتكون فينوس حزينة في غرفة الملابس وبيروح لها ريتشارد ومعا براندي وبتقول لهم فينوس ان كان المفروض تكسب النهاردة وانهم كده مش هيجي لهم اي عروض تانية فبيقولها ريتشارد ان هي لابت مع افضل عيبة تنس في العالم وان هي قدرت تخوفها وتخليها مرعوبة وتخش الحمام وان هي لازم تخرج من هنا بطلة وتكون فخورة بنفسها وهم خارجين بيتفاجئوا بجمهور كبير جدا بيهتف في اسم فينوس وبيتكلم ريتشارد وبيقوله ان نايكي رجعت تكلمه تاني وجاي لعروض من اكتر من عشر شركات وكلهم عايزين يوقع عقود مع فينوس وبيقوله ريك ان هم هيرفضوا العروض دي كلها بس ريتشارد المراضي بيقوله ان هم هيقبلوه وانهم هيبدأوا يشوفوا العروض دي الانسف فيهم وبينتهي الفيلم لحد كده وبنعرف ان فينوس وقعت عقد مع شركة ريبوك العالمية ب12 مليون دولار وهي عندها 15 سنة بس وبعدها بسنتين بدأت سيرينا الاحتراف هي كمان ولما بتوصل فينوس لعمر ال41 سنة بتكون قدرت ان هي تكسب بطولة الوينبلدون خمس مرات وبتتسجل كاول امرأة من اصل افريقي تحصل على لقب الاول على العالم وسيرينا عند عمر ال40 سنة بتكون قدرت ان هي تكسب بطولة الجراند سلام 23 مر وبتصنف زي ما ريتشارد قال لها قبل كده بان هي اعظم لعيب التنس في تاريخ اللقبة وبكده يكون كل حاجة كنكاتبها ومخطط لها ريتشارد الاولاد وقبل ما يتولده نجح ان هو يحقق اهلهم وبقت حقيقة على ارض الواقع اما ريتشارد فكلمة ابو عظيم قليلة عليه وبيخلص الفيلم رابط احميل ومشاهدة الفيلم هتلاقوه على اليوتيوب في الوصف تحت الفيديو واسم القناة فيلم تشينو وما تنسوش تعمله فولو لصفحة عبدو عاطف عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية ويلا سلام